تيومور نكروسيس فكتر ألفا انهيبتر اللي هي داليموماب سرتوليزوماب انتيربرست وكذلك القوليموماب والانفليكسيماب هذن ايش نسميهم هذن راح يشتغلن تارجت على تيومور نكروسيس فكتر ألفا يسوى اللي انهيبتر بيشود نوت بي يوز ام بيشينت وذ مودريت تو سفير هارت فيلر ليش حسب النيو يورك هارت اسوشييشن كلاس 3 ام 4 قالوا ممنوع ان استعمل هذن الدرقات ويا الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب وخاصة اذا كان مودريت تو سفير هارت فيلر اللي هو كلاس 3 وكلاس 4 هارت فيلر اوكي بيشوز نيو اونسيت اند ويرسنين هارت فيلر هاز بين ريبورت مع استعمال تيومور نكروسيس فكتر ألفا راح يشوف انها راح يصير عدي تجيني ازمة قلبية اضافة الى تسوء حالة الشخص اللي ديعاني من هارت فيلر this agent increase the risk of the serious infection لانه اصلا immune suppression ممكن انه سببا للنفومة وكذلك ممكن انه سببا عندي شنو skin cancer a new onset or exacerbation of demyelinating disorder such as multiple sclerosis has been observed طبعا multiple sclerosis اخدتوها انتو العام انه المايلين شيت اللي يحيط حول ما حول الخلية العصبية يبدأ يتاكل فيصير عندي نوع من انواع الدزيز اللي هو شنو اللي هو multiple sclerosis مثلا ها هي الخلية العصبية زين ها هي الخلية العصبية يحيطها myelin sheath حاول ما حاولها تكون محاطة بmyelin sheath مفهوم ايش راح يصير عدي في حالة multiple sclerosis اللي يصير عدي في حالة multiple sclerosis انه هذا الشيت راح يبدأ يتاكل فتصبح وكأنما شون الواير المجلوغ اوكي فمن ينجي لإعاز العصبي عندي راح يصير بطء بي لأنه هذا الماين sheath الخاليين هنا هيسوي لي saltatory movement يعني حركة jumping movement حركة قفزية فعدم وجوده راح يأثر على اليمن راح يأثر على انتقال النبضة العصبية اضافة لذلك شو راح يصير عندي راح مثلا هاي خلية عصبية وهاي خلية عصبية اخرى راح يصير بيناتهم احتكاك او تماس وهذا همين راح يأثر على نقل النبضة العصبية هاي الشوكت ممكن يلاحظها مع استعمال tumor necrosis factor alpha inhibitor راح يشوف ممكن انه يزيد عدي السيسبتابلوتي of lymphoma skin cancer وكذلك multiple sicklerosis to prevent formation of the antibody respond to infleximab methotrexate must be given orally يعني وين infleximab ايش ننطي ننطي methotrexate orally زيهم for treated of rheumatoid arthritis for long as the patient continuating infleximab premedication with antihistamine estaminophen and or glucocorticoid can be decreased development of infusion related reaction قلنا من اكو حالة infusion related reaction معناها شنو؟ معناها انه اثناء مدى اسوي infusion للعلاج يعني اذا انطي العلاج راح يصير عدي فتحالة reactions معينة فحتى اتجاوز هذا الموضوع شنو اسويه حتى اتجاوز هذا الموضوع انطي corticosteroid انطي انتيستامين وكذلك انطي الاستامين فيه costimulation modulators الموضوع اللي هي ابغاتي بسايت ابغاتي بسايت انهيبط المن هذا راح يشتغل علي التي سيال هيسوي لي انهيبشين راح على التي سيال حيثبطها INDICATED FOR MODERATE TO SEVERE روماتويد اريثرايتس اوكي النوع الاخر من الدراجات المستعملة عدي انترلوكين 6 receptor antagonist الانترلوكين 6 و 3 هذين يشتغلن as inflammatory effect يعني وجودهن او تفعيلهن حيحفزن الinflammation بينما الانترلوكين 10 وجوده ش راح يسويلي راح يقلل الinflammation مفهوم زين انترلوكين 6 receptor antagonist معناها انه غايل دراجات راح تروح على الانترلوكين receptor شا سويلي السويلي انهيبشن الثبطة مثل الساريلوموب is indicated for treating of the patient with moderate to severe rheumatoid arthritis how has not responded to the DMARD drugs يعني انطيتم انا DMARD one or more وما استجابت فهناه اللي من احولها احولها على الانترلوكين 6 receptor antagonist اللي هو ساريلومار التوزوليزوماب او التوزوليزوماب can be used for the patient with moderate to severe rheumatoid arthritis وكذلك للاشخاص اللي هما انكم هم بتبقى complete responded to one or more DNARD يعني انطيتم نفس الاستعمال اللي دراجين مالة هذه المجموعة زين بالنسبة للانتي cd 20 monoclonal antibody هذاني شنو؟ هذاني طبعا انتم تعرفون ما اخذيها بالمايكروب قبل ها هي سطحة الخلية سطحة الخلية عليها انتي جين والانتي جين راح يرتبط به اكو ابيتوبس هنا عنده بيها cd cd 8 cd 10 cd 20 هنا بحالة المونوكلونal antibody مالة الانتي جين الموجودة في هذه الخلية وهو cd 20 فهنا ايش عندي؟ عندي الرتوليزوماب is a monoclonal antibody الى القدرة انه يرتبط وهي cd 20 antigen on the surface of beta cell يعني ها هي الخلية مالة البيتا سيل بي سيل اللي هي مسؤولة بعدين تتحول تنطيني شنو؟ تنطيني الانتي بادي ايش عليها؟ عليها انتي جين هذا هو الانتي جين هذا هو الانتي جين مالتها الانتي جين بي ابيتوبس هنا فوق نسمي cd 20 اوكي؟ اوكي؟ اهنا هي البايندينج رتوليزوماب تريد ترتبط بالسيدي عشرين ما حتقدر فهنا يصار عندي بلوكينج للانتي جين ما للبيتاس البيسيال فالبيسيال ما راح تتحول الى انتي بادي عدم تحول البيسيال الى انتي بادي معناها ما عندي اوتو اميون ديزيز ومن ما عندي اوتو اميون ديزيز معناها راح يقل عندي البرغرشن مالة الديزيز مالتي اللي هو روماتيد اريثرايتس ما فووم؟ زين اهنوية شكوا عندي بيرفرال بيتاسيال راح يصار لها ديبليجين ليش؟ لانه راح يصار لها بلوك بهاي الطريقة اللي ذكرناها مفهوم؟ اوكي هل انه ما حتتكون عندي بيتاسيال اذا ما حتتكون عندي بيتاسيال فما معناه انه جهاز مناعي ماكو لكن هذا الشي ماكو فالبيتاسيال تتكون لكن تحتاج لها سيفرال مانس عشور عديدة يلا ترجع تتكون مرة ثانية الرتولي زوم عب كان بي انيشياتي امباشنت وذ مودرات تو سيفير روماتيد اريثرايتس هاو 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 هاد انكمبليت رسبون تو وان اور مور تي اناف الفا انهبتار يعني اني انطيت تي اناف الفا وما فاد هناش احوله راح احوله على cd 20 monoclonal antibody حتى احصل على الفعالية اللي اريتها الميثوتريكزية اذا انطيته بالدوز الصح اذا انطيته بالطريقة الصح والكيس الصح راح احصل على اصح نوع من انواع العلاجات في حالة الروماتيد اريثرايتس مثل البردنزولون 100 ميلا جرام IV is recommended before 30 دقيقة after before each infusion with estaminofine and anti-histamine حتى انقل infusion infusion reactions اللي صير مع استعمال cd 20 monoclonal antibody النوع الاخر من الادراجات المستعملة عندي اللي هي شنو اللي هي الانترلوكين 1 receptor antagonist انترلوكين 1 receptor antagonist اللي هو اه 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 كينريا اه is انترلوكين اه 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 is less affected than other biologic يعني اذا اجي اقارنا بالبيولوجيك dnard زين راح اشوف ان الفعالية مالتا اقل لكن اه الوسيز مالتا راح يكون infrequently and not indicated in the curient acr treatment recommendation يعني مو هلقد انصحون انه نستعمل هذا النوع من الدراج however it can be used in patient with moderate to severe pain اللي انطاته one or more dmard هو ما استجاب فاحاوله على شنو؟ احاوله على الانترلوكين 1 receptor antagonist الجانس كينيز انهبتر الجانس كينيز انهبتر اللي هو parasytenab توفاستيناب apadystinab are oral small molecule non-biological jac inhibitor هذن المواتش بيهن non-biological يعني شنو انطيهن عن طريق الاورالي عادي ماكو اي مشكلة وتكون شنو تكون small molecule الparasytenab طبعا هي FDA approved with moderate to severe active rheumatoid arthritis how have had an adequate response to more one or more tnf alpha inhibitor يعني شنو؟ يعني الطيت tnf alpha وما انطاني نتيجة فانيش انطي؟ انطي جانس كينيز انهبتر التوفاستيناب and ابادستيناب has FDA approved for treatment of adult with moderate to severe active rheumatoid arthritis how have had an adequate response or intolerance to ميثوترقزيات يعني انطيت ميثوترقزيات وما انطاني مفعول او الفيشنت ماقدر يتحمل الساد افكت من الميثوترقزيات ممكن انه انا استعمل التوفاستيناب وابداستيناب حتى اعالج هذه الحالة الجاك انهبتر should be given concomitantly with the biologic يعني انطي بيولوجيك وياها الجاك should not be ما انطي وياها اقصد ما انطي وياها البيولوجيكال ايجنت يعني لو انطي هاي لو انطي هاي وحن دنشوف يعني دنشوفوين انه دنقول اذا فشل الدي ام اي اردي ااني استبدله بالجاك انهبتر لابلينك فور اور جاك انهبتر انكلو دي بلاك بوكس وورنينك او سيريز انفكشنز لنفومة واند ادار مالغانسي لفاكسينيشن should not be given ديورنج تريتمان كل البيولوجيكال كل هاذا الني الدراجات كل هن اكو بلاك بوكس وورنين يعني صندوق اسود للتحذير مالتن انه يابه لتستعملوهن لتستعملون وياهن اي نوع من انواع الفاكسين وخاصة اللي بار الفاكسين البيشن should be tested untreated with a latent tuberculosis ايضا هاي ذكرناها سابقا زين النوع الاخر من الدراجات اللي ممكن احنا نستعملها للاشخاص اللي هما روماتيد اريثرايتس اللي هي الننستيرويدال anti-inflammatory drug النساء طبعا بوسيس بوث انالجيسي and anti-inflammatory process and redness stiffness but they don't slow disease progression or prevent bone erosion or joint deformity هو فقط هيخفف شوية من inflammation حيسوية 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 تسكين للعلم لكن ما الا علاقة وما يسوية لprevention المن للبون erosion اي تنخر بالعظم ويصير اي deformity بالجوانس فهو ما الا علاقة and should not be used as a monotherapy for rheumatoid arthritis treatment they have a more rapid onset of action than DMARD and may be benefit to the abridged patient while DMARD taking effect يعني هنا حتى DMARD احنا ذكرناها من شرحنا على DMARD قلنا ننطي وقت بين DMARD يشتغل فإحنا لازم ناخد لازم ناخد ال 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 anti inflammatory draf حتى يسوي التسكين اللي أريده قبل لا أحصل المفعول الكامل مالة DMARD بالنسبة لل glucocorticoid ال glucocorticoid حاجين عليها من قبل glucocorticoid لها anti inflammatory and immune suppression properties they has been shown to slow progression of rheumatoid erythritis glucocorticoid should not be used as a monotherapy for rheumatoid erythritis وإنما هي تستعمل مع دراجات أخرى ولازم ما يكون استعمال مالتها for long-term use لأنها راح تظهر تظهر عندي side effect مالتها they should be used at the lowest effected dose for the short test duration of time according to the acr short term glucocorticoid therapy is defined as أقل من 3 أشهر والlow dose corticosteroid لازم يكون prednisolone أقل أو تساوي 10 ملغرام اليوم الواحد ما يزيد عن هذا الرقم زين هذه هي اللاو س دوز لازم نستعمل أقل جرعة ولأقصر فترة ممكنة similar to non-steroidal anti-inflammatory drug اللي glucocorticoid اللي هي prednisolone والمثل prednisolone can be used as a bridge همين إشون النستيروidal عبرني المرحلة قبل إنه يبدأ يشتغل ال-DMAR-D they can also be used as ejects to DMAR-D at the lowest dose possible in the patient with refractory diseases high dose short duration pore sets can be used as need for acute flares of rheumatoid arthritis symptoms followed by tapering to the lowest effect dose يعني ببداية راح أبدأ بدوز عالي الدوز العالي الحد ما أحصل على effect ورما حصلت على effect راح أقل للدوز إلى أقل دوز ممكن إنه يسد للحاجة to control the symptoms and until discontinuation over several days قبل أقطع بشكل نهائي أنا لازم أسوي تابرينج للدوز الترمسكيلر روت may be useful in non adherent patient ديبوت فورم اللي هو تراي أمس النولون أن تمثل بردنزولون هذا يكون الموجودات بشكل ديبوت شون يعني ديبوت يعني إنه اللي بتسول بلوطي مالته عالية ويغطن فترة طويلة جداً زين التخطية مالتن راح تكون مدة طويلة تصل إلى 13 مفهوم يعني عما يبدي يطير مفعول الديبوت ياخذ لك كم يوم مرات أسبوع إلى عشرة أيام يبدي مفعول الديبوت زين الفعالية مالتة تستمر من 2 إلى 6 أسابيع الديبوت افكت بروفايد الفيزيكال تبر افويد هايبو ثلاميك بتوتري اجزي سپرشن إذا نطيت ديبوت ما حضر أنه أسوي تبرينج للدوز مثل ما شفتوا من أنطين الهايز دوز من أنطين الدوز العالي احتاجت أنه أسوي تبرينج للدوز الطيت أورالي لكن إذا طيت ديبوت ما كو داعي الانترارتيكولار جوين يمكن انترارتيكولار جوين وين فقط جوين سيكون افويد يعني إذا واحد أو اثنين من المفاصل ديعانون من روماتويد ارترايتس ممكن أنه أحقن داخل المفصل أحقن روماتويد أحقن الانترارتيكولار كورتيكوستيرويد أوكي إنجكشن لا يجب أن تكون مفاصل كثير كل 3 موانس يعني ما أعيدها كل شهر ما أعيدها كل أسبوع لا أعيدها هاي الانجكشن رح أعيدها كل 3 أشهر ولازم ما عنده هوايا مفاصل تتعرض للانجكشن بكوز أوف وتينشيال فور أكسلريت لوس أوف جون كارتلج رح حفقد شنو رح الكارت لجمالتي مال هذا المفصل الإفاليواشن أوف ثيرابيوتيك أوتكم شون نحن رح نسوي إفاليواشن للبيشين مالتنا ورمانطينا العلاجات اللي ذكرناها السيس ديزيز اكتيفتي آت ذا بايزلاين آند آت آت إيج فالو آب فيزيت تو إفاليويت ثيرابيوتيك رسبونس يعني شنو يعني كل ما أنطي نوع من نوع العلاج سوي إفاليواشن للمريض مالتنا أشوف شنو كان قبل وشنو صار هس وأتابع باستمرار لابراتري منترين فور أكيوت فيس ريكتن ستش بي سي آر بي والأيرثروسات سيدمنتش ريه كان بي يوسفل إن أسسين إن فلميش إت إمبور توم منتر أن أسس كليني اللي هي الدراجات الخاصة بعلاج الروماتويد أريثرايتس ويج مي إنكلود كومبيت بلوت كاون لازم أحسب السي بي سي و ديفرانشيال تو ديتكت تيت هيماتولوجيكال توكسيسيتي إحتمال حيصر عدي هيماتولوجيكال توكسيسيتي فأبطرنا وسو تشيك أب السي بي سي كذلك أسوي اختبار الكرياتينين سيرم كرياتينين كونسيسيتي حتى أشوف الرينال فانكشن أخاف صار بيها توكسيسيتي إضافة إلى الليفر فانكشن تيست أشيك وباء في الكبد الالت الالت حتى أخاف أصير عدي هيماتيك توكسيسيتي إضافة إلى الافثالموجيكال إكزامينيشن فور the patient تيكن هايدروكسي كلوروكوين مثل ما ذكرناها to detect ocular toxicity